فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية إذن من المشابهة من نراه من بعض المسلمين يهمه الإقبال على الدنيا يود أن يكون ولده مثلا أو صغار من أبنائه من أهل الدنيا الحذاق فيها وأن يطلب الصناعة خير من أن يكون من أهل الحديث الكبار أو التفسير أو الفقه يرى ذلك أنفع هل يكون مشابهة لهذا؟ نعم هو هذا نفس الشيء إذا انهمك في الدنيا أرى أن يتخصص في أمور الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة فهذا هو الهالك هذا هو الهالك المذموم وإنما أن يأخذ بقدر من ما يحتاج إليه ويحتاج إليه المسلمون من أمور الدنيا أو أن طائفة من المختصين يتجهون إلى العلوم الشرعية علوم الحديث علوم التفسير علوم الفقه علوم اللغة علوم النحو وطائفة أخرى يتجهون إلى تعلم الصناعة لكن بعد ما يأخذون حظا من العلوم الدينية حيث يستقيم دينهم فهم وإن كانوا يتخصصون في الأمور التقنية لكن يكون معهم قدر من علوم الدين بحيث يحافظون على دينهم وعلى عقيدتهم في أثناء مزاولتهم لهذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر